بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل شرحة شابتر 1 وبنعرض لكم الكمبيوتر ايدت ديزاين and الكمبيوتر ايدت منفاكشن اللي قلنا الابريفيشن بتاعها ايه كاد كام تعال هنا قبل ما نبدأ في شرح هذا السلايد نوضح حاجة احنا تكلمنا في السلايدز الماضية وشرحنا قلنا اللي كان عندنا الانسي واللي كان من خلالها بندخل البرنامج عند طريق الشريط المثقب وطورنا وبدأنا يبقى عندنا الـ cnc وقلنا الـ cnc حصل انه اصبح عندي الكمبيوتر بستطيع من خلاله ان انا اكتب البرنامج يبقى كانت دي الان فاسيليتي كويسة مكنتني مني ان انا اعمل التعديل في البرنامج نستيدو في الشريط المثقب ده خلاص انا كتبت البرنامج وثقبت الشريط على هذا الاساس وحملته على الكنترولر يبقى خلاص انتهى قضية الامر وكتش بقدر اعمل اي شيء فالطريقة التانية اللي هي او التقدم اللي حصل في الـ cnc انا بقى تستعمل الكمبيوتر بقى بيسهل لي ان انا اعمل عملية الموديفكيشنز بسهولة او الكلام ده جيت هنا بقى يقول لي طورتوا بقى عندي الكمبيوتر ادي الديزاين والكمبيوتر في الحالتين اللي مضيطين كنت بعمل ايكوتان اللي بكتب البرنامج بنفسي لا ده اصبح هنا عندنا في الكات كام سيستم انا عندي جزئين اساسيين كاد اللي هو يتعلق بعملية ايه الجيومترز بتاعة الشكل اللي انا عايز انتاجه وعندي الكام اللي هي ايه عملية المنوفاكشرينج ليه البارت المطلوب انتاجه حين اشوف يا شباب اللي بقى يحصل بقى 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 بيقول لي في الكات كام ان انا عندي ايه هعمل الرسم هرسم الرسم على الكمبيوتر مباشرة في الـ 2D وبحوله الى 3D dimensions وبحدد بعد كده الماتيريا اللي اللي انا هشتغل منها وبحدد الـ Cutting Conditions اللي انا عايزها عشان اشتغل بيها والتولز وكل شيء بحدده وببدأ اعمل عملية الانتاج هتقول الله ومالفين الكود اللي كنا بنكتبه في الكات كام سيستم للسوفتوير نفسه هو اللي بيعمل اللي انا شغال عليه هو اللي بيعمل جينيشن للكود يعني الـ NC كود اللي انا كنت بكتبه في هذه الحالة نعم لانه بيعمل لي جينيشن للكود وكمان الـ Create للـ Tool Path يقول لك خلاص ما انت عملت الرسمة الرسمة دي مثلا عايز اعملها على الميلينج ماشين حددت الـ Raw Material بتاعتك الـ Stock بتاعك بيسموه الـ Stock الـ Stock جبتوا فبيتقول ايه اني انا عايز اعمل مثلا ايه Curves around the corner يبقى الرسمة واضحنه وانا عايز اعمل 4 holes في 4 corners وبعدين عايز اعمل 2 slots وهكذا الله فهو يعمل ايه يقرأ الـ Tool يحدد هو الـ Tool Path اللي هشتغل بيه ويكتب ويعمل لي جنرائشن للكود هل انا ممكن اعمل مودوفيكيشن في الكود اللي هو عمل نعم يعني افرض ان انت عايز تعمل مودوفيكيشن اللي بتاعته مثلا فور كزامبل مفاهاش الماتيريا اللي انت عايز تشتغل منه فبتغير مثلا الفيد والسبيد والكلام ده او عايز تغير الطول اللي هو اختار وهكذا بقدر اغير في البرنامج يبقى دين The idea behind the cat cam system اصبح خلاص هو بيعمل لي جنرائشن للكود وبيعمل جنرائشن كريات للطول باث وكمان الاحلى من ده وده كمان انتو عارفين ايه انه انا بعمل simulation كامل في السوفتوير الموجود قدامي بعمل المحاكاة للعملية الانتاجية وبالتالي ببدأ اعمل عملية الانتاج فبيقى بيقول لي بقى The idea behind cat cam is the use of a single technical database by both both mean design and manufacturing personnel during the product development and production stage يعني هو بيقول لك هنا اصبح ان هو اللي اتنين بيشتغلوا integrated مع بعض single technical database بيعملها ايه use by مين قال لك ايه بالdesign بتعتزاله هو يعمل ايه اللي هيتعلق بشغل geometris بتاعة الشنك والmanufacturing personnel اللي هم المسؤول عن التصميم والمسؤول عن التصنيع اثناء اثناء عملية الdevelopment اللي هي الانتاج اللي انا هعملها عند البردوكشن اللي انا هنتقل من خطوة الى خطوة خلاص وبعد كده بيقول لك الكاد بيعرف لك الكاد systems are used to define geometry يبقى الكاد system مخصوص بايه الجومترز بتاعة الشكل وبعدين الكام system are used to create cutter path that can be used by the machine tool خلاص يبقى كده انا انتقتل المنتج بالكامل من غير مكتب البرنامج نعم من غير مكتب معمل creation tool path من غير مكتب البرنامج هو الكاد cam system هو المسؤول عن العملية from A to Z ترجمة نانسي